مش عارف اجيبها لك ازاي بس واضح كده ان عندنا كارت جديد وكارت غريبة الصراحة الجي تي اكس 1660 تي وواضح وضوح الشمس من التسمية ان الكارت لا بيدعم ولا بيدعم وده طبعا بغض النظر عن التسمية الغريبة اللي ملاش علاقة بيجيلي جديد في الطبيعي ان اي شركة لما بتعمل جيل جديد من اي حاجة بتحلي بالجيل ده لحد ما تجيب اخره يعني جيل باسكال مثلا نزل منه حوالي 15 كارت في كرؤوت كانت بنفس الشريحة بس بكود نيم مختلف عشان نوعية الرامات المستخدمة وسرعة الجي بيو نفسها كانت مختلفة شوية اختلافات بسيطة لكن وفي مشهد شديد لعبة سيطة وبسبب انفراد انفيديا بسوق روتي الشاشة تنزل لنا باغرب كارت من حيث التسمية في تاريخ الشركة الجي تي اكس 1660 تي اي الكارت اللي منفترض انه منتمي لمعمرية تيورينج بس من غير اي دعم للريت ريسنج ولا الديب لرنينج سوبر سامبلينج بمعنى ان الكارت مفهوش الا الكودا كورز كوحدة معالجة رئيسية لكن الكارت في بقية المميزات اللي بتقدمها معمارية تيورينج والمختلفة عن معمارية باسكال هم متعلقة بشكل كبير بمصارات المعالجة نفسها وهنا انا بقصد عمليات الفلوتينج بوينت واوامر الانتجر انستركشن ماهية الاتنين دولات مش هنتكلم فيهم دلوقتي لكن اللي بيتم في معمارية تيورينج انها بتعالج العمليتين مع بعض في نفس ذات الوقت بعكس كورت باسكال اللي كان الخيار معاها لاما تعالج دي او تعالج دي مش الاتنين في نفس الوقت وده خلق فرق اداء ما بين الجيل الجديد وما بين كارت الجيل اللي فات الجي تي اكس 1660 بيوصل لخمسين في المية بصالح طبعا الكارت الجديد الشكل اللي ظاهر قدامك حاليا هيبسط لك الموضوع اكتر هتلاقي ان الجي تي اكس 1060 بيعالج مثلا الفلوتينج بوينت مرة والانتجر انستركشن مرة على العكس ان الجي تي اكس 1660 من الجيل الجديد بيعالج الاتنين في نفس الوقت فبالتالي الرندر للسين اللي قدامك بياخد وقت اقل وبالتالي بيديك اداء احسن ودي ما كانتش الميزة الوحيدة اللي بتقدمها معمارية تيورينج في ميزة تانية اسمها variable rate shading زي ما قلت من شوية ان انوية rate tracing اللي بتخلق شادو ونعكسات بتفاصيل اكتر مش موجودة الا في الكروت الRTX لكن انوية الكودة نفسها اللي موجودة في كروت الجي تي اكس 1660 تي اي بتتعامل مع عمليات التظليل بشكل مختلف عن معمارية باسكال بحيث ان جودة الظلال في المشهد مش سبتة لكن بتتغير على حسب محتوى المشهد نفسه او ايه المنطقة اللي هتركز فيها اينك يعني افترض ان المشهد اللي قدامك فيه سحاب السحاب ده غالبا يكون سابت في كل المشهد والحركة بتحصل في منطقة تانية من الفريم هنا عمليات التظليل في الفريم هتبقى بصورة اكبر وجودة اعلى في المنطقة اللي بيبقى فيها اختلاف في المحتوى اما المنطقة السابتة في الفريم اللي المحتوى فيها سابت فعملية التظليل هتبقى فيها اقل فانت مش هتاخد بالك من المنطقة السابتة وهتركز اكيد في الاكشن او في الحركة وبكده انوية المعالج هتشتغل في معالجة الصورة بشكل متغير على حسب المحتوى نفسه او زي ما انفيديا بتقول content adaptive sharing الموضوع ده هيبان في الالعاب اللي بتعتمد على السرعة اللي دايما المشهد فيها متغير لكن دايما متركز في النص وجوانب المشهد مهمشة مش بتبص عليها في اغلب الاحوال هنا برضا جودة التظليل في نص المشهد هيبقى افضل من الاطراف وده بنسميه motion adaptive shading والنتيجة في الاخر فريمات اكتر لان موارد المعالجة بتستغل صح من غير ما تستهلك في معالجة كل حاجة سواء كان ده مؤثر ولا عمتا طريقة المعالجة دي بتحتاج ان اللعبة نفسها تدعم الموضوع ده بشكل مباشر وده متواجد حاليا في بعض الالعاب لحد الوقت من ضمنهم واولهم والفشتاين تو ده طبعا بعيدا عن ان الكارت بيدعم انكودر انفيديا جديد اللي بيشرع من عمليات الانكودنج والديكودنج وده اللي هيوفر كتير على الستريمرز لان الموضوع بقى مدعوم بشكل رسمي في برنامج او بي اس وده هيقلل فقد الفريمات وانت بتستريم وهيحافظ على جودة الجرافيكس من غير ما تتأثر بشكل كبير كل المميزات الجديدة دي في نواة بتمتلك عدد 1536 من الكودا كورز ورام بحجم 6 جيجا بايت من نوع GDDR6 وعلى حسب الوضع دلوقتي ده اخر الكروت اللي هتدعم النوع ده من الرمات لان الكارت الاقل اللي بياخد نفس الاسم بس من غير تي اي هيجي برمات من نوع GDDR5 كروتي الجي تي اكس الجديدة المعتمدة على معمرية تيورينج مفيش منها نسخة reference او نسخة founders edition ودي حاجة مش وحشة خالص لان الطبيعي جدا ان اي كارت اي كان حتى وان كان الجي تي اكس 1660 Ti انت هتفضل تشتري النسخة ال aftermarket على النسخة القياسية عشان شوية اسباب انها اسرع تبريدها احسن وشكلها افضل فبنسبة النقطة اسرع فالكارت ال ROG Strix اللي معانا من اسوس هو اعلى النسخة اللي بتقدمها لل جي تي اكس 1660 Ti بيشتغل على تردد 1530 وبيوصل لتردد 1830 ميجا هرتز مع رفايل الاوسي مود اللي تقدر تشغاله عن طريق الجي بيو تويك من اسوس اما بالنسبة لنقطة انه تبريده افضل فالكارت بيعتمد على التبريد الهوائي المكون من هيت سينك و3 مراوح الهيت سينك بيتكون من شرايح الامونيوم بطول الكارت درجة الحرارة بتتنقل للشرايح دي عن طريق 3 انابيب حرارية من النحاس متوصلين بقعدة من النحاس مطلية بمادة انيكل تصميم القعدة على حسب كلام اسوس معمول بتصميم معين اسمه ماكس كونتاك ميزة التصميم ده انه يمنع تواجد لاي فراغات بين جزيئات القعدة بالتالي درجة الحرارة تسافر من القعدة اللي فوق الجي بيو مباشرة للانبيب وبعدها ييجي دور المراوح ودي قالية التبريد الاساسية لاي اير كولينج موجود لاي كارت شاشة مراوح كروت الافتر ماركت فحد ذاتها ميزة والسبب انها ما بتشتغلش بصورة دايما يعني انت هتلاقي الكارت عند درجة حرارة معينة يوصلها الجي بيو المراوح تبدأ تشتغل اقل من كده المراوح التلاتة بتفضل وقفة في حالة الكارت اللي معانا المراوح ما بتتحركش الا لما درجة الحرارة بتاعت الجي بيو توصل لخمسة وخمسين درجة يعني ياقل من كده الكارت كأنه مش متركب في الجهاز ده عشان لو اشتريت الكارت وقيت ان المراوح مش شغلة من اول ما تشغل الجهاز يعني تبقى عارف انه دي ميزة في المراوح الميزة دي بتديك هدوء معظم الوقت اللي انت مش شغل فيه على الكارت على عكس زمان وده هيزود من العمر الافتراضي للمراوح بس ممكن تكون الميزة دي مش فرقة مع بعض الناس عشان كده اسوس اديتك دول بايوس الدول بايوس دولت عشان تبقى عارف ما لهمش تأثير كبير في الاداء بتاع الكارت مع الالعاب ونسبة استهلاك الكارت من الباور الدول بايوس ده فكرته انه يخيرك بين اتنين بايوس الاول هو performance والتاني quiet انهي profile من دول تختار بيعتمد على انت بتفضل ايه يعني لو انت عاوز الكارت يشتغل بقى قل درجة حرارة بغض النظر عن سرعة المراوح يبقى تختار بايوس البرفورمانس مراوح التبريد هنا بتشتغل مع البيوس ده بسرعة اعلى وقت الضغط عشان تقلل من درجة الحرارة بتاعة الجي بيو اما الكويت بايوس فده اللي هتكون فيه المراوح سبتة لحد ما توصل درجة حرارة الجي بيو لخمسة وخمسين درجة وبعدها تشتغل ووقت الضغط المراوح هتكون سرعتها اقل بالتالي صوتها هيكون اقل من البرفورمانس بايوس لكن دي ما كانتش الميزة الوحيدة في مراوح الكارت المراوح في كروت الجيل الجديد من ايسوس وعلى عكس الارتي اكس 2070 بتيجي بمسمة الفكرة ان المراوح الفنز بتاعتها بتكون حجما اكبر مقارنة بالمراوح اللي في الجيل القديم وبيربط ما بين كل الفنز دي فريم الميزة في تواجد الفريم ده او الرينج ده هو ان حركة الهوا تكون في اتجاه معين اللي هو اتجاه الهيتسينج عشان يضمن ان حركة الهوا ما تكونش عشوائية وبالتالي يحسن من اداء التبريد الكارت اما الفنز اللي حجمها اكبر عشان تحرك اكبر كمية هوا ممكنة بما اننا تكلمنا عن توفير اكبر كمية هوا ممكنة انا باعتبر ايسوس من الشركات اللي مهندسينها بيسراحوا بخيالهم برا شوية عن السندوق يعني ايه رأيك لو اوفرت لك كل الاحترافية اللي انت شايفها في تصميم التبريد الى جانب ان اديك اتنين اربعة بين المراوح الكيس وده يخش تحت مصطلح فان كونك الفكرة انك بدل ما توصل كل حاجة على المادر بورد ومعدل دوران المراوح بيتحدد على اساس درجة حرارة البروسيسور او اللي تشيبست مثلا انت بالسيناريو ده هتقدر توصل مروحتين اللي غالبا بيكونوا قدام الكارت بالكارت نفسه وهتخليه مشتغلوا بالاعتماد على درجة حرارة الكارت الشاشة بالتالي درجة حرارة الكارت كل ما تزيد كل من المراوح المتوصلة دي سرعتها تزيد بالتالي ده يخلق بيء التهوية ممتازة للكارت بالتالي اخر مرة ده هيزيد من كفاية التبريد للكارت لانك بالاساس لو بتشتري كيس بتشتري فيها مراوح في وش الكارت عشان توفر له تهوية والاهم ان الكيس دي تشيل الكارت ودي ميزة تحسب لإيسوس مش موجودة عند اي شركة منافسة دي فعلى كده ان إيسوس وفرت في الكارت أرجبي معتمد على تقنية التزامن أورو سينك وده سبب خليك تحاول تختار القطع بتاع النظام بتاعها كلها بتدعم النظام ده وممكن نقول كل الشركات بتدعم النظام ده من إيسوس وده لعدد أسباب أهمها ان السيستم مارين جدا في التعامل وسهل ومليان بالمؤثرات الضوئية الكارت جنب الاربع بين بتاعت المراوح فيه اربع بين هيدر للارجبي التقليدية عشان لو ما عندكش قطع بتدعم الارجبي بتاع إيسوس تقدر توصل اليدستريب مثلا او حتى مراوح عشان تشغل الارجبي بالاعتماد على الكارت واللي برضو مش موجودة في اي من الكروت المنافسة أماكن الارجبي في الكارت لازالت زي ما كانت في الجيل اللي فات عند المراوح ودي مش هتشوفهم إلا لو الكارت في وضع أفقي وعند الـ دي كده القصص الأربعة اللي بتشتري عشانها أي كارت أفتر ماركت كده ما فضلكش غير الباور اللي أشغل الكارت والسيستم بتاعك في حال الكارت زي جي تي اكس 1660 تي آي انت محتاج باور مش قل من 450 وط من مركة معروفة والأهم ودي نصيحة مني ليك ان الباور يكون حاصل على شهادة 80 بلاس برونس كده ما فضلش غير ان اخد الكارت ده واركبه على السيستم اللي هتظهر لك مواصفاته حالة وأجربه على دقة العرض 1080 بي و1440 بي عشان أشوف الفرق بينه وبين الـ RTX 2060 اللي من المفترض أول كروت الميدرنج المعمرية تيورينج اللي اتعاملت بصورة أساسية لأصحاب الشاشات الـ 1440 بي كبدية انا هجرب الكارت الجديد ند بند مع الـ RTX 2060 والـ GTX 1060 والـ 1070 من الجيل اللي فات بس كان والنتايج في الألعاب من نوعية AAA هتكون ان الكارت حق تفوق على الـ GTX 1060 بنسبة توصل لـ 41.5% على دقة عرض 1080 بي وتفوق على أداء الكارت GTX 1070 على نفس الدقة بنسبة تقدر بـ 7% لكنه تكهكر قصاد الـ RTX 2060 بنسبة تقدر بـ 11% هاخد الكارت وانقل على الـ resolution الأعلى بعد 1080 بي على طول الـ 1440 بي بما ان الكروت الجديدة من معمارية تيورينج من الفئة المتوسطة كان لها نصيب في انها تحط رجليها في الدقة دي لأول مرة بكارت زي الـ RTX 2060 فمن النتائج اللي انت شايفها قدامك الكارت لازال متفوق بنسبة 49.5% على غريمه GTX 1060 ومتفوق على بديله GTX 1070 بنسبة تقدر بـ 5% أما الـ RTX 2060 لازال محافظ على هايمنتو على الفئة السعرية دي بحوالي نسبة تقدر بـ 14% على الكارت الجديد GTX 1660 صاحب الاسم الغريب وأغرب اسم شفته في مجال الهاردوير بعد الدومينيسو إكستري يبقى إجمالي في رؤو الأداء بين الكروت الأربعة أن GTX 1660 Ti أسرع من GTX 1060 بمتوسط 45.5% على الدقتين وأسرع من GTX 1070 بمتوسط 6% على الدقتين في حين أنه أقل من RTX 2060 بس بمتوسط نسبة توصل لـ 12.5% على الدقتين ده طبعا بعيدا عن أن الكارت الجديد ما بيدعمش المميزات الأكبر لمعمارية تيرينج زي الريت ريسنج والـ AI الأمر الفاصل بين الـ RTX 2060 والـ GTX 1660 Ti فأنت لو هتشتري كارت بميزانية متوسطة لا تتعدى الربعمية للـ 420 دولار عشان الريت ريسنج وجمال الريت ريسنج يبقى الـ RTX 2060 غير كده أنا شايف أن فرق الأداء بين الاثنين يرجح كافة الـ GTX 1660 Ti خصوصا في الـ 1080 بي ممكن برضو تلعب بي على 1440 بي بس مش في كل الألعاب لأن مش كل الألعاب بنيتها وبقتها واحدة الكارت طبعا تقدر تعتبر بناء على النتايج في ألعاب الإيسبورتس على ريسولوشن 1080 بي اختيار ممتاز جدا لأن زي ما أنت شايف في الألعاب هو كاسر حاجز الـ 60 على أعلى إعدادات للألعاب اللي للمعلومة مش بالضرورة أنها تكون على أعلى إعدادات لها دايما لأن النواية دي من الألعاب مع جرافيك مقبول ومتوسط فريمات ثابت وكاسر حاجز الـ 60 أفضل من أعلى إعدادات وفريمات أقل في كلتا الحالتين الكارت لازال محافظة على مركزه ما بين الكروت في أنه أسرع من الـ GTX 1060 والـ 1070 ويقلف الأداء طبعا من الـ RTX 2060 والنقطة دي تنقلنا للسؤال المهم أهم سؤال في الحلقة اللي هنقوله بعد البريك وكوب بيت المياه والسؤال بيقول هل أشتري الكارت ده؟ والله خلينا نبص على الموضوع في البداية من ناحية الأداء على حسب كلام انفيديا الكارت ده من المفترض أنه يستبدل الـ GTX 1070 بالتالي هيتفوق على الـ GTX 1060 وده اللي حصل الـ GTX 1060 Ti حقق تفوق على الـ 2 هنعمل فرق بينه وبين الـ GTX 1070 مش كبير قوي بس لازال متفوق عليه فلو قدامك الثلاثة دولارة في محل واحد بدون أي تفكير اشتري الـ GTX 1060 Ti لكن لو تحط الـ RTX 2060 على الرف معك الكروت دي يبقى لازم نشفت من الأداء للسعر على افتراض انك نوي تجمع جهاز جديد من فئة الميدرنج يبقى ما قدامكش إلا الـ RTX 2060 أو الـ GTX 1060 Ti فرق الأداء بين الـ 2 أكيد في صالح الـ RTX 2060 بنسبة تقدر بـ 12.5% وفرق السعر بين الـ 2 هو 25% مش قادر أقول ان فرق السعر ده مبرر قوي يمكن اللي يبرر ان سعر الـ RTX 2060 في الرقم ده هو انه المهيمن على الأداء في الـ Ray Tracing والـ DLSS من فئة الميدرنج لو مش هدفك أي تقنية من الـ 2 دولارت في الكام لعبة اللي موجدين واللي يتعدوا على صابع الإيد يبقى روح للـ GTX 1660 Ti والباقي ده شكليا مكرنا بالأجيال اللي فاتت من حيث السعر GTX 1660 Ti أفضل اختيار في البداية من حيث السعر وفي النهاية من حيث السعر لأن GTX 1060 سعره كان 335 دولار والـ GTX 1070 سعره 529 دولار كأكتر السعر عقلاني لقيته بيه أما كارت حلقتنا من إيسوس سعره 330 دولار بالنسب لو هنقرنه بالـ GTX 1060 فـ GTX 1660 Ti أسرع منه بنسبة توصل لـ 45.2 من 10% وفرق السعر بين الـ 2 بس اللي هو 5 دولار على حسب ما لاقيه في حين أن فرق السعر بين GTX 1070 والـ GTX 1660 Ti هو 60% يبقى GTX 1660 Ti أسرع بحوالي 6% وأرقص بحوالي 60% يعني بنتكلم في حوالي 200 دولار على اعتبار أن GTX 1070 متاح لك بالسعر ده ولو متاح بالنسبة لك أنت لتروح ليه ولا للـ GTX 1660 Ti أنت تروح على طول للـ RTX 2060 هتكون أسرع وأحدث وأرخص كمان من الـ 1070 ككارت من إيسوس فهو أول كارت أجربه من الشريحة الجديدة GTX 1660 Ti الكارت بيجي بكل مميزات إيسوس في الـ ROG Strix ككروت بداية من الشكل للتبريد للمميزات الـ RGB خصوصاً أنه جاي بكل مميزات التصميم الجديد لـ GTX 2070 اللي مختلفش في حاجة عن الجيل القديم من حيث الشكل والمميزات لولا أنه مكتوب عليه G-Force RTX مش تعرف تفرق بين الـ 2 الكارت مع الضغط حقق درجة حرارة توصل لـ 60 درجة كحد أقصى مع مستويات الضغط الطبيعية في الألعاب مع استهلاك طاقة يقدر بـ 123 وط وده يعتبر الأقل بين الكروت اللي اختبرناها في استهلاك الطاقة خصوصاً لما اكرناه بكروت الجيل اللي فاتي الكارتة أقل في استهلاك الطاقة وأسرع في الأداء وده الهدف المنشود من أي معمرية جديدة بالدلائل والمعطيات نطلع بالبرهان التالي لو قدامك الـ GTX 1660 Ti والـ GTX 1070 والـ GTX 1060 على رف واحد فأكيد اختيارك لازم يكون على الـ GTX 1660 Ti أما لو على نفس الرف ده صاحب المحل حط الـ RTX 2060 فهنا لينا وقفة لو مهتم بالـ Ray Tracing والـ Deep Learning Super Sampling ما قدامكش إلا الـ 2060 مش مهتم بيهم فأعتقد أن الـ 1660 Ti هيكون اختيار ممتاز جداً على الـ 1440 Bi والـ 1080 Bi يمكن الـ 1440 Bi لا في بعض الألعاب اللي على شكلت مترو أكسدوس بس بعض التعديلات ممكن تفتح الباب قدام الـ Resolution ده بكارت بسعر لا يزيد عن 350 دولار وهنا يستحضرني سؤال تاني زي السؤال اللي حضرني في حلقة قبل كده اللي ممكن تتوقعه من كارت زي الـ GTX 1660 بما أنه بقى متاح حالياً طبعاً الإجابة في الحلقة اللي جاية بكل التفاصيل اللي تتخيلها لأن كلمة أكتر من كده المنتير اللي معانا ممكن يقول حاجات خارج صياق الحلقة فحقنا لدماء بني وطني اعمل لايك لو حلقاتنا عجبتك سابسكريب لقناة عرب هاردوير عشان يجيل لك نتفكيشن بالحلقات اللي جاية وتقدر تروح تشوف الحلقات اللي فاتت ورايك تحت في التعليقات وأشوفكم في الحلقة الجاية ايدي والبايس في كلتو في انو يخيارك بين اتناين بايوس من اسم من بايوس من اسمو من البايوس ايدي 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 اشتركوا في القناة